شادي يزبك علينا خطمعك كيفي؟ أهلا، من وين؟ من سوريا خبرني عنك أنا خطمعك كان عمري 18 سنة فكرت أنا مسلم، مسلم سني لما كان عمري 18 سنة فكرت أنه لماذا الواحد لا يتبع الدين أهله؟ ممكن يكونوا على غلط، ممكن دين المجتمع اللي نحنا فيه على غلط توجهت للدين اليهودي طبعاً ما عرفت ما عرفت أدخل فيه، ما عرفت أتناقش فيه أبداً دخلت على الدين المسيحي، فكان فيه شبهة كثير مطروحة ما قدرت أفوت، يعني ما قدرت أني أفوت في دين فيه شبهة وكذا ومواضيع وسكرت على الموضوع حبيت الآن أعطي فرصة تانية للشبهات اللي انعرضيت يا رجل، النهار غريب النهار غريب والاتصالات غريبة يا أنا لا أفهمك، يا البشرية مغيرة كثير هل تعطي فرصة للدين المسيحي؟ ممكن لا، ليس لدين المسيحي أعطي فرصة لحالي نحن الضبطين ليش لا؟ طاني شادي ما تريدك؟ ما تريدك؟ ما تريدك؟ طبعاً لما دورنا، أنه في اختلافات كثير بالكتاب طبعاً أنت، حسب ما فهمت، أنت لام الكاتوليك ولام الأرثوديكس يعني لحالة، فالشي اللي بتؤمنه فيه أكيد الهولي بايبل هل تقول إنجليزي؟ هل تتحدث إنجليزي؟ هل تتحدث إنجليزي؟ ليس جيداً، لكني لا يمكنني أن أتحدث إنجليزي حسناً، إذا ليس جيداً، خليك بالعربي لأنك أنت من الأول ما فتت ومحتار كيف الطريقة اللي تعبر فيها عن حالك بطريقة شوي فيها فزلكي بس ما بتوصل الرسالة لا، دون فزلك أنا فأهمي من الآخر، أنت شو بدك؟ يعني نحنا أنا عندي كموضوع بدي أسألك عليه خليني أول شي فسر لك نقطة حكيت فيها نحنا مسيحيين ما اسمنا دين لحالنا نحنا نعبد الرب يسوع المسيح وعننا الكتاب المقدس أمامك فنحنا مسيحيين لا نتبع طائفة معينة لأنه ما في طواقف بالكتاب المقدس وأنا لا أؤمن بوجود طواقف هلأ أنت كمسلم ما حابب دينك شايف الإسلام هو دين غير جادير بالاتباع وعم تدور على غيره ما؟ لا، ما تقريبا هيك بس مثل ما قلت لك بدنا نطلع على الأديان الثانية حضرت، طلعت على دين غير ديني؟ ليش؟ يعني واحد عايش عنده أمه وأب وأمه وأبو مربين وترباية صح ومقتنع فيهم ليش يروح مثل اليتيم الشحاد يستعطيبوا بوابي إلهم مين بيتبناني؟ مفهوك؟ هلأ، حضرتك درستي دين غير ديني؟ هو اللي بيروح اللي بيروح اللي بيروح حتى يبحث بغير أديان هو إنسان ما نو مقتنع بدينه مقتنع بدينك بتبقى بدينك وبتطلع على غير أديان يعني أنا كماجي بتطلع على اليهودية على الإسلام على البوزية على غيره أما فوت أدرسون وأعطيهم فرص وبركي بنتمي لقلون مثل الشحاد الروحي أكيد ما بنعملها نحنا كمسيحيين بكنيسة الرب بس أنا بحبت أتمنى لقلك لأنه أنت حاسستك ماناك متصالح مع حالك ما بتعرف شو بدك شو بدك اليوم؟ بسؤال بأصير قل لي شو بدك؟ مثل ما قلت لك أنا طلعت على الدين المسيحي خلينا نقول مثل نفس تعبيرك أنت فلقيت اختلاف كثير يعني بالكتاب المسيحي نفسه والإنجيل فكيف ممكن يكون هذا كتاب الرب وهو في اختلافات كبيرة يعني؟ يعني أنت اليوم اتطلعت فشفت اختلافات أو خي اللي إلك من اللي تفهمك أنه في موجود اختلافات فأنت ناطر مني هلأ أنا بعشر دقائق إثبت لك أنه ما في اختلافات أنت قليل فهم للكتاب المقدس أنت هذا هلأ ناطره مني يعني طريقة سؤال طريقة سؤال تحتك بمكاني قدر احترم سؤالك فيها ففيك تقول أنا مسلم أبحث عن الحق وحابب فوت بالدين المسيحي ولكن لقيت اختلافات فهل هالاختلافات موجودة؟ فكنت بحترم سؤالك أو أنا حابب صير مسيحي أو أنا مسلم وما بدي صير مسيحي لأنه في اختلافات فوقتها بقول لك عمرك ما تفهم لأنه نحن أبعد ما يكون عن الدفاع عن معتقدنا وإيماننا خليك بدينك دينك مو شبهات فعلي دينك هو بحد ذاته دين يتبع الشيطان مين الأديان اللي ممكن تلاقي عليها شبهات اليوم؟ مين؟ دين مسيحية اليهودية والمسيحية لي؟ لأنه الشيطان لأنهم يعبدوا الإله الحق والشيطان بدل بيحاول يثير حولهم شبهات ليشكك البشر فيهم أما الدين الشيطاني هل بعمرك سمعت شبهات على عبدة الشيطان؟ لا لي لأنهم يعبدوا الشيطان لأنهم واضح كل شبهة كل شبهة يا شاتي على الإيمان المسيحي نحن منحملها أكليل فخر لأنه لو ماننا موجعين الشيطان وعبيده ما كانوا استماتوا طول العمر ليقولوا الكتاب فيه تناقضات ومقتنعين وما مقتنعين ويحاولوا أنهم يشاهدوا شو فيه إنت سؤالك ممكن ممكن دقيقة ستماقي؟ جوابي على الأغلب ممكن دقيقة من وقتك؟ لا ممكن لأني أعطيتك وقت كافي أنا ما حكيت شي لسه يعني حضرتك قلت لي لألقيت الشبهات وقلت لي أنه الدين الإسلامي دين شيطاني وكذا وأنه هون إحنا في الإنجيل أنه الشيطان أخذ يسوع المسيح وأخذ عراس الجبل وقال له هذا الملكوت يعني يعني شي غلط يعني شي غلط أنه يطلع الشيطان ويأخذ المسيح ويعدي يبرم فيه طيب أنا سمعت هاي النقطة؟ سمعت الرد أنا ليش قلت لك أنت قليل فهم؟ لأنه أنت حتى مانا تقارئ للكتاب مين الروح اللي أخذ المسيح؟ أخذه الروح إلى البرية ليجرب من إبليس فإذاً مو إبليس مو الشيطان اللي أخذه هذا الشيطان كان يظهر لمحمدك وهو بين أفقاد لا ستماقي لو كملت النص لا لو كملت النص رح تلاقيه تم أخذ لما بيسألوا ما بيعطوا مجال لحد يجاوبوا اللي لأنه هن لا بيقروا بيأخذوا من مشايخهم كلام كذب وبدون يضلوا يحكوا فيه مثل الببغاء تجيه تقوله شو مكتوب؟ هو ما بده يفهم اليوم مين هو النبي اللي كان يشوف الشيطان ويسأل مرته شو فيه وتقوله تخبى بين فخادي وكذا من الأحاديث عندكم محمد المسيح اقتادوا لا لا ولا ايه شو بيأعود أنا أعود أفتح لك؟ روح تروس روح يتعلم المسيح بيقول الكتاب لا ما فيك تكمل بهي التفاهة خليني شيلك وبالنسبة للكتاب المقدس والمسيحية انت كتير بعيد لأنه اللي بيجوا للمسيح بيكونوا ناس محترمين وفيهم مخ اللي مأجر مخه لا بيقره ولا بيفهم ولا بده يسمع لا يستحق انه يكون مسيحي بالنسبة لهالنقطة اللي حكى فيها خليني أعلق علي بيقول الكتاب المقدس فاقتاده الروح إلى البرية ليجرب من إبليس وكتير كتير من أعداء المسيح صادوا بهالآية افتكروا انه اقتاده الروح اللي هو الروح اللي الرديق اقتاده الروح القدس ليجرب من إبليس طيب كيف الشيطان ممكن يجرب ابن الإله طبعا ابن الإله تجسد بشر كلمة الرب الإله تجسد بشر ليعطينا كيف نعيش على الأرض طيب اليوم انا اذا الشيطان عم يجربني كيف فيني اطلع من التجربة كيف فيني اقبله كيف فينو ما يطق مخي او اوصل للانتحار وقال له يا رب إذا انا بنتك وانا خادمتك ليه عم تسمح لي بالتجارب بدي يقل لي انا ورجيتك بابني كيف تجرب من الشيطان وكيف أنواع التجارب للثلاثة اللي هي بالشهوات وبالمطامع وبإنه والإنسان بالآيات الكتاب المقدس حتى فلحتى كيف نحنا منقدر كمان نتخطاها ونطلع منها فلما شفت بالرب يسوع المسيح اللي ده الألم وده التجربة تجرب بكل شيء متل ما عدا الخطيئة لأنه هو ما سقط بالخطايا متل ما نحنا سقطنا قبل ما أنه نلبس المسيح فأنا هذا الشيء اللي بيخليني أثبت بإيماني أكتر حارب حروب الروحية وأعرف تماما تجارب الشيطان كيف أني أغلبها وكيف أني ما أسقط فيها ليه لأنه في عندي مثل فهلأ منفهم ليه نسمح أنه ينقال أنه إبليس اللي هو الشيطان جرب الرب يسوع المسيح بصلي أنه تكون الجواب وصل وقصة مهمة كتير والقصص اللي بيحاولوا أنهم يعيرون فيها أول شيء بس تدرسوها بس تفتحوا جوجل بس اكتب مثلا الشيطان ومحمد بتقوم بتلاقي الشبهات اللي رموها على الإيمان المسيحي هي عليهم وعلى نبيهم حتى يغلفوها وما تفوت أنت تدور بدينهم بيقضي عمره كله مشان أعمل دور المهاجم بمجرد أنت تحكي معه بيأخذها هيك ضحك وبيصير بيعمل حركات بده يضحك العالم وما عنده شيء وبيفوت بالخف سنة والالتفات طبعا أنا بدي سير مسيحي بس فيه كذا إلى آخره ما عندهم لأنه مو أبناء نور فما عندهم الطريق الواضح المستقيم ليوصل فيها لطلبه فكمان كونه هو حط حاله كرامته بإهانة بديهينه لو حكى وسأل بإحترام احترمته فهي هيك لا أكثر ولا أقل